ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لأن العالم التاريخ الطبيعي والفيلسوف والمؤرخ ثيوفراستوس هذا العالم اليوناني الذي عاش تقريبا في نهاية القرن الرابع إلى الثالث قبل الميلاد ذكر في وصفه في أحد كتبه عن التاريخ الطبيعي عن جزيرة البحرين والتي كانت آنذاك تعرف بجزيرة تايلوس ذكر بأن هناك عدد من الأشجار الموجودة في البحر والتي كانت تغطي الساحل الشرقي أو الجانب الشرقي من هذه الجزيرة وأن هذه الأشجار ذكرها بوصفها أن هي تشكل مثل الحاجز الطبيعي وأن أحجامها كبيرة مثل شجرة التين حتى عطى وصف لها أن حجمها مثل حجم شجرة التين ولها ثمار تشبه الترمس يعني غير قابلة للأكل وأن لها أزهار ذات رائحة طيبة فهنا نحن بالتأكيد نعتقد بأنه يتحدث عن هذه الأشجار التي كانت تشكل فعلا حاجز طبيعي دفاعي لجزيرة تايلوس ولمملكة البحرين آنذاك والتي شكلت صعوبة لدى القوارب المستكشفين الذين كانوا يتبعون اليونان والإغريق للوصول إلى الجزيرة من الجانب الشرقي لها أشجار القرم من الأنواع الأكثر فائدة للبشر تقوم هذه الشجرة بدور المصد الطبيعي للرياح حيث تساهم في الحماية من العواصف وتنقية المياه المحيطة كما أنها فعالة في احتجاز وتخزين ثاني إكسيد الكربون من الغلاف الجوي وبالتالي المساهمة في مكافحة تغير المناخ أيضا ذكر ثيوفراستوس أن في أشجار أو في أخشاب قوية تقاوم الملوحة وتعيش لمدة ألفين عام إذا كانت موجودة في البحر في تلك القوارب والسفن التي كان يصنعها أهل البحرين في تلك الفترة فلربما هنا أيضا هو يتحدث عن هذه الأخشاب التي استخرجت من أشجار القرم إن زراعة أشجار القرم يأتي تنفيذا للخطة الوطنية للتشجير الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين وزيادة الرقعة الخضراء وتحقيق التوازن البيئي ضمن جهود مملكة البحرين المستمرة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة خمسين بالمئة بحلول عام الفين وخمسة وثلاثين والوصول للحياد الصفري عام الفين وستين إعادة زرع مثل هذه الأعداد من الأشجار اللي ممكن أن تساهم في إيجاد توازن بيئي في شواطئ البحرين فهذه الأشجار لها ميزات عديدة هي طريقة عملها كجهاز تحلية طبيعي هي تعيش بالمياه المالحة ولكن لا تشرب المياه لا تتغذى بالمياه المالحة إنما فيها من الخصائص ما تحول المياه المالحة إلى مياه عذبة لتتغذى بها الإكثار من زراعة هذا النوع من الأشجار يكون له أهداف بيئية ومنها الحفاظ عليها عبر تضافر الجهود الحكومية لتسليط الضوء أكثر على هذه المحميات وتوعية المجتمع بفوائدها وأهميتها وعدم المساس بالمساحات المخصصة لهذه الأشجار لما لها من عوائد مفيدة على الأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر